السلام عليكم لبنات كديري اللبس عليكم كنتمنى تكونوا على خير وبخير ومرحبا بكم في قناتي وصفات ام ادم ويوسف اليوم جيت نحضر معاكم الخبز ديال الطاكوس كيجي زوين بزاف وسهل في التحضير واقتصادي كنتمنى تجربه ويعجبكم وإلى عجبكم ويعجبتكم الطريقة ما تنساوني شمال لايك واشتراك وتفعيل الجرس وشي وصلكم كل جديد وشكرا لكم على المتابعة والكومنتجات ديالكم زوينين انا بدا بسم الله قوس ديال الطقيق 600 جرام ديال الطقيق كن عبر معاكم دائما بكس العنبة عندي معلقة ديال الملح معلقة ديالخميرة عندي ثلاثة معلقة ديالزيت العود وزيت زيتون وانتم عليها حسب كل واحد اللي يمتوفر ندير هنا يا عندي كاس ديال المدافي بنفس الكاس اللي عبرت به الدقيق هذي نعبر به الماء المدافي نضيف شوية بشوية وانا كنعجن وانا كنخلط العجين ديالي باش يتخلط لرطب شي شوية نضيف الزيتين نضيف لديه نضيف لديه نضيف لديه اضع الماء وشي شوية العجين على حاسب كل واحد انا قطعها 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 بعدما قطعت العجين ديالي كله غطيته بهذا بلاستيك هذا باش يرتاح ارتاح مزيان باش ايه واحد خمسة دقائق ما كاملاش كي يرتاح باش يتطلق لي بسهولة هادي نطلق العجين ديالي هكا بلاك آآ ما كي يرتاح العجين ما كي تقطع موالو كي تطلق هكا ساهل كي يجي هنطلق العجين ديالي ونستمر هكا رش لو دقيق او نشا لي مسوفر انا بتافي تغيب دقيق وادنا نطلق العجين ديالي هكا كله ونحطه في لاجن بفتحشي اينا افشي لاطة هكا يا ولاطة بسيلم مبسط وندلو دقيق كارشوه بالدقيق شوية بش ما كي راح كي بش ما كي يتلاسق الناش اي شوية ديالتقيق زيعم ما كيتلاسق موالو كي بقى هكا كمورق كي بقى الصراحة زوين كي تلقيه كامل وعد كاتب ديت اه طيبي كنت من الجربو ها الطريقة رازوينة بززاف وساهلة في تحضير واقتصادي كنا رش عليه دقيق شوية دقيق وكنا نحطه وحدة على وحدة انا خرجتلي هنا يا ربعتاش الحبة ها هو الشكل كي كي يجي كتجي مورقة وما كتلسق موالو اطلقت العاجين ديالي كامل ودرتو هنا ايه فعد احطيت وحدة على وحدة ها هو كي يبقى مورق ما كي يطلق موالو اي هو يكون مرشو شوية بالدقيق ودك الدقيق هدا ما كي يبقى بعين كيتشرف في العاجين بعد ما اطلقت العاجين ديالي كامل بديت نطيبو درتو درتو في المقلى ديالي احطيت اللولة ها كايا ايه نقلبها واشا من التحسرها بدا سكال طيب اني ها نقلبتها لجهة اخرى نحط عليها وحدة اخرى من ها الجهة كنطيبهم كاملين في نفس الوقت في البلاسة كي يطيبو صراحة ضغية ضغية كي يوجدو هيا قلبتها وثانية اخرى غادي نحط عليها من هنايا وانا كنحطو انا كنقلب هاو ما تبقى لا كيتنفخو ما كي طيبو ما كيتنفخو هايا كي كي تجيب غايا نقلبوها هاكا ونولي وعوتاني نقلبوها طيب من الجهة اخرى نقلبوها راهاكا تدخل لها الطيبتة للجهة اخرى كل واحد على حاسب انا قلبتها غاية وحت شوية عما تشمعت ورجعت قلبتها هايا كنحط واحدة عبتاني واحدة اخرى كنستمر هاكا بها الطريقة حتى كنحط دكا خبزات ديالي كاملين كي طيبو كاملين ها بعضياتهم مولي احسن هاكا يا باش وحدة كترد الصهد على وحدة وكيبقى هاكا العاجين ديالنار طيب كي يجي وكان طويوه كي ما بغينا ما كي يتهرس لنا موالو هاو الشكل ديالي ديال طاقص ديالي بعد ما طعب كامل هاو كي يجي وصارا حاكا ضغيات غيا كي طيب وهاو كي كي يجي شكل ديالو طويح كي ما بغيتي ولا دا ما كي ترس موالو هاو كي يجي كانت منه تجربو الى عجبتكم الطريقة ما تنساونيش من لايك واشتراك وشكرا لكم بزافة المتابعة غذي نغطي الخويز ديالي هاكا باش ما تتيبس لياش حتى انا نعمر فيها الحشو اليالي وشكرا لكم بزافة المتابعة وإلى فيديو قادم